مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هذه وهذا أبرز عنوانها استنفار أمني لإنقاذ شاب عالق بين أسلاك كهربائية عالية التوتر شهدت منطقة تدارت بأقادير استنفارا أمنيا كبيرا بعد زوال يوم الجمعة 3 فبراير الجاري لمحاولة إنقاذ شاب عالق بين أسلاك كهربائية عالية التوتر وأصيب بسعقة كهربائية شلت حركته وحسب معطيات إعلامية فإن الشاب صعد إلى عمود كهربائي بمنطقة تدارت قبل أن يصاب بسعقة كهربائية شلت حركته فوق العمود الكهربائي مشيرة إلى أن المعني كان يعاني من اضطرابات عقلية وأكدت المعطيات نفسها أنه فور علم الساكن بالحادث أشعرت بذلك السلطات المحلية التي حلت بعين المكان من أجل تدارك الوضع ومحاولة إنقاذ الشاب قبل فوات الأوان هذا وفور وصولها إلى مكان الحادث عملت السلطات المحلية على تطويق المكان من أجل إتاحة مجال لرجال الوقاية المدنية لتسلق العمود الكهربائي قصد نقله إلى مستعجلات المستشفى الحسنتاني بأقادير